أخبار نادي الزمالك نشوفها مع بعض في ست لعيبة عقدهم بانتهي مع نادي الزمالك حمزة المسلوسي، حميد إحداد، عبد السلام، أشرة فروقة، حمود عبد العزيز، ومحمد عواد في منهم ينتهي وفي منهم الراجل بيفكر في الإعارة أو البيع إن هما ما يكونوش موجودين في الفترة القادمة الراجل مستني حتى نهاية الموسم عشان ياخد قرارات نهائية فعدد منهم وفي عدد منهم دخلوا في مباحثات الإعارة حاليا مين هيطلع؟ مين هيجيلوا عرض إعارة؟ مين هيتباع؟ مين هيفضل؟ ده قرار إدارة نادي الزمالك مع كارتيرون، مع الجهاز الفني أو المجموعة اللي موجودة هقول لكم كواليس مهمة جداً في نادي الزمالك نادي الزمالك، نادي الزمالك، الأمور المالية فيه للفريق ابتدت تتحسن فيه ناس ممكن تكون أمورها خلاص، فيه ممكن يكون بعض المتأخرات البسيطة ممكن، وممكن على فكرة تكون خلصت في الساعات الماضية وممكن يكون فيه بعض المتأخرات البسيطة تلت لعيبة، اسمعوا الكلام ده بقى كويس أوي تلت لعيبة، تلت لعيبة، جمعوا فريق نادي الزمالك امبارح، امبارح بالليل كان عدد كبير جداً 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 من لعيبة نادي الزمالك كانت قاعدة في جلسة كده عند لاعب في البيت وكان الحديث كالآتي وكان الحديث كالآتي أو كانوا قاعدين في المعسكر المهم كانوا متجمعين كلهم في حتة وكان الحديث كالآتي اتفعوا إن اللي عقده خلص اللي عقده لسه فيه اللي حيجدد اللي ليه متأخرات اللي ليه أي حاجة في أي حتة خد حضرتك كل الحاجات دي رميها بر رميها بره الملعب وفيه تلات لعيبة من نادي الزمالك اتكلموا مع اللعيبة اللي موجودين وقالوا لهم اللي عند الزمالك مايروحش اللي عند الزمالك مايروحش وكلموهم إن البطولة دي بالحرف بقى إن البطولة دي بتنادي علينا بطولة الدوري هذا العام شهما لعيبة الزمالك حاسة وشايفة إن الظروف اللي بتحصل مع النادي الأهلي والنتائج إن البطولة بتنادي على نادي الزمالك وبتنادي على كمهوره وهم شايفين إن عليهم دور بعد خروجهم من البطولة الأفريقية الأخيرة إن الزمالك كان لازم يبقى هو المنافس للنادي الأهلي لأن الزمالك حقيقي فريق كبير جدا 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 فاتفقوا إن مفيش حديث غير المباريات المتبقية مفيش حديث غير البطولة دي مفيش حديث غير النادي الزمالك ياخد البطولة دي أي بقى شماعة لنا متأخرات مين جاي له عروض مين عقده حينتهي مين مش حينتهي كمان حسين لبيب حيجدد مع مين مش حيجدد مع مين كل دا مش مهم الكابتل حسين لبيب يتفق دلوقتي ويوذب ورقه زي ما عايز برا الملعب لكن جوه الملعب مفيش شماعات لعبت الزمالك اتفقت مفيش شماعات محدش يقولي أصل الإدارات المتعجبة عليك خلاص خلص المشوار خلص القصة تأثر الزمالك بالإدارات المتعجبة ممكن أكيد ولكن دلوقتي مع الكابتل حسين لبيب مع المجموعة اللي موجودة مش سامعين أي حاجة لا في إزعاج ولا في دوشة ولا في خلاف ولا في خناقة ولا في تعصر مالي ولا في تصريحات مفيش الناس شغلة بمنتهى الهدوء واللي قبل يوم بمنتهى الهدوء واللي قبل يوم بمنتهى الهدوء كل واحد كان لي نجاح من وجود المشار مرتضى لللوع ماد لكابتن حسين دلوقتي كلهم قامات كبيرة كلهم اشتغلوا بشكل رائع فدلوقتي خلاص دعيت الزمالك بيقولك أنا حاعد كله بطولة أطلع شماعة وأطلع عندي مشكلة أصل مدير فني أصل جهاز فني أصل الفلوس متأخرة أصل تضيع البطولة ونرجع بعدك ناخد الفلوس ونرجع بعدك تبقى البطولة ضاعت وجمهور نادي الزمالك بقى مستني بطولة ونادي الزمالك الحق يقال في بطولة الدوري هذا العام عامل بطولة كبيرة ويمتلك لعيبة كبار فرقة فرقة نادي الزمالك دي عملها مرتضى منصور في عهده في عهد مجلسه حاول يحافظ عليها بشكل كبير اللي هو أعمد اللي كابتل حسين دلوقتي شغال الحقيقة بشكل هادئ وشكل رائح جدا 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 فالناس النهاردة بيقولك احنا ملناش دعوة ملناش دعوة ادارات تغيرت ما تغيرتش احنا دلوقتي معنا لعيبة كبار احنا فريق كبير فلوسنا اللي عن زمالك حناخدها معندناش أزمة عايز تجدد مش عايز تجدد عايز كمل مش عايز تكمل بس هات البطولة ده كلام التلت لعيبة الكبار في نادي الزمالك عايزين تعرفوا مش كبالة طريق حامد جنش الحديث بيدور في هنا والحقيقة والحقيقة لعيبة نادي الزمالك لازم ده يبقى يقين جواهم يعني يقين جواهم يعني ارمي كل حاجة الجمهور المراضي مش حيتقبل شمعات الجمهور سمع فيه أزمات مالية كل اللي جان اللي جات بتزبط الفلوس وبتحاول تجمع الفلوس عشان تدي لعيبة الكورة وغير الكورة وعشان تخلص الالتزامات وعشان توفي باللي على النادي كل ده تمام جدا الجمهور عايز بطولة بقى الفلوس دي محتاجة بطولة والفريق كبير واداءه رائع جهاز فني على اعلى مستوى كارتيرون الرجل قاعد في الزمالك يجيب بطولات يجيب بطولات يعني ما فيش اي أزمة ولا اي مشكلة اذا ما فيش حاجة لعيبة تركز عشان البطولة القادمة فقط لا غير في كلام ان محمد صبحي يجي من الاتحاد السكندري يروح بيرامدس وفي كلام ان محمد صبحي يجي الزمالك وان عواد يطلع من الزمالك على بيرامدس ده التفكير بتاع اللي بيفكر فيه كارتيرون كارتيرون جواه شايف ان وجود تلت حراس كبار ده شيء صعب ولكن هل النهاردة محمد صبحي حيبقى في احتياج ان هو يلعب ولا ان هو يفضل موجود اعتقد ان القصة هتبقى صعبة اعتقد ان القصة هتبقى صعبة ده دي وجهة نظري عشان البطولة